وينضم إلينا عبر خيمة سكايب من برلين ضيفنا الكاتب الصحفي حيدر الحلفي السيد حيدر أهلا بك على شاشاتنا ضع لنا عينا على تجربة اليوم عودة المنافسات البونس لك في زمن الكورونا ما هي أبرز الإجراءات الوقائية التي تمت الليلة نعم تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناة الغد طبعا صراحة ألمانيا شهدت منذ فترة هناك إجراءات مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا حيث وصلت هناك أحصائيات كبيرة أكثر من 176 ألف حالة إصابة في ألمانيا و152 ألف حالة شفاء بالإضافة إلى 8000 حالة وفاة في ألمانيا عموم ألمانيا هناك إجراءات مشددة فيما يخص لبس القفازات وكذلك ارتداء الكمامات حيث شهدت ألمانيا وبعد توقف الدوري الألماني كذلك لمدة أسابيع اليوم عاد الدوري الألماني للعب في ألمانيا لكن هناك إجراءات أمنية مكثفة عدم وجود جنبور وهناك كانت صورة تداولتها مواقع السوشال ميديا يعني لربما البعض أستخدمها للسخرية أنه وضع صور لمشجعي الأندية والنوادي الألمانية وكذلك تم الاستعانة بأصوات الجمهور لجعل أجواء رياضية كما كانت سابقا في ألمانيا صراحة يا سيد حيدر ربما المتعة منقوصة دون الجماهير وحتى الالتحامات ربما تشملها الخشية والقلق والريبة السؤال الآن هل تستأنف باقي اللقاءات والدوريات في أوروبا أم لا؟ يعني صراحة لن نستطيع الحديث مبكرا عن هذا الموضوع لأن هناك إجراءات حكومية من قبل الحكومة الألمانية بين الفينة والأخرى تصدر وتعقد مؤتمرات لتخفيف القيود كذلك كما حدث رفع القيود تدريجيا في ألمانيا من خلال إعادة استئناف الدوري في ألمانيا وكذلك إعادة استئناف المحال التجارية وغيرها لكن بشرط أن تكون هناك فترة تباعد يعني مسافة تباعد اجتماعي للحد من عودة انتشار فيروس كورونا في ألمانيا كذلك نتحدث قبل قليل عن المؤتمر لوزير الخارجية الألماني كان قبل أيام مؤتمر لوزير الخارجية الألماني كذلك مع نظيره السويدي وكذلك كان الحديث عن عودة الحياة السياحية ما بين ألمانيا والسويد فيما يخص عودة يعني العطلات يعني العطل وكذلك الزيارات فيما بينهم فيما بين الدول الاتحاد الأوروبي ولكن كان يعني كان القول حتى كان يرغب في فتح الحدود مع سويسرا وإيطاليا وفرنسا سؤالي لك سيد حيدر سؤالي لك هولندا وفرنسا وبلجيكا قامت بإلغاء الدوريات هل خسرت بهذا القرار أم ربما كان شرا لابد منه في زمن الكورونا بالتأكيد اليوم جميع الدول اليوم تأخذ يعني موقفا الذي أتخذته مثلا فرنسا ولكسنبورغ وسويسرا وغيرها بسبب الاعداد المخيفة التي أصيبت هذه البلدان بتفشي فيروس كورونا اليوم الاقتصاد الألماني كذلك يعني من أكبر الاقتصادات في دول الاتحاد الأوروبي شهد فترة يعني شهد كسات كبير بسبب تضرر المصانع وغيرها فبالتأكيد اليوم دول لكسنبورغ وسويسرا وفرنسا وغيرها تخشى على بلدانها من تفشي الوباء أو لربما يعني تخفيف القيود مرة أخرى ويعود هذا الوباء الذي أسمته المستشار الألمانية ميركل العدو الخفي أو كما أسمته اليوم نمر بحرب أكبر من الحرب العالمية الثانية التي شهدتها ألمانيا فبالتأكيد اليوم من حق هذه الدول أن يكون لديها الخوف من فتح الحدود بصورة كبيرة وكذلك سنرى يعني عودة الحياة بشكل طبيعي سنرى شكرا جزيلا ضيفنا عبر خبمت سكايت من برلين الكاتب والصحفي حيدر الحلفي شكرا جزيلا سيد حيدر على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة